السؤال بعد كده من حساب يويا محمد بطول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من فضلك يا شيخ انا متزوجة من عشر سنين وحماتي بتقعد معايا من ساعة ما تجوزت كتير عايشة معايا وشوية عند ابنها التاني بس عندي اكتر وانا حاليا مش مستحملة الوضع ده ومتدايقة جدا نفسيا علي زنب لو قلت لزوجي اني عايزة اعيش لوحدي وهي تعيش في شقة ليها هي ولا لا طيب هي دوت مفوش اثم ولا حاجة مفوش اثم ليه لان الاصل في ان المرأة تكون في شقة خاصة بيها خاصة بيها لان هي دي حتى بتسمى شقة الزوجية بس خلينا اقول لحضرتك ان الكلام ده قد يكون في شكل من اشكاله موصل لخطر العلاقة الزوجية بينك وبين زوجك لكن انا شعيف اني لا دوت لا يجعلك اثمة اذا كنت بتقولي انا مش متحملة ده وفي بعض 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 الامهات بيكون العيشة معها صعبة صعبة يعني سواء صعبة في الخدمة او حتى صعبة في التعامل او صعبة في العشرة ده فيه ستات ما بتبقاش اصلا قادرة تعاشر زوجها وفيه زوج مش قادر يعاشر زوجته فاذا كان فيه طرف تاني كمان بيزيد العب قد يؤدي دوت الى خطر للعلاقة الزوجية طب انا بقول ايه بقول شوية حاجات تعالوا بقى خليني اكلم صعبة السؤال انا بقول لحضرتك مش معنى ان انت عندك ضغط ان ده نهاية العالم لكن ان انت تتحملي وتحسني اللي زوجك في امه ده من ده من مكارم الاخلاق ومن حصن العشر فاذا عملت ده ربنا يفتح عليك بركة ونور ويبارك لكم في حياتكم ويسعدكم طب ده يعمل ايه تشوفي نفسك ايه الحاجات اللي انت محتاجة تتعلميها عشان تقدر تتعامل مع حماتك ما جايز حماتك بتحب الكلمة الحلوة ده ما تقول ايه لها كلمة حلوة انا بقول كده ليه بقول كده لان هي واجب عليها ان هي تقبل ان هي تسكن في شقة فيها حماتك ما اقولش كده لكن انا بقول يعني ايه حسن العشرة يعني ايه تقسري قلبي جوزك يعني ايه انت تكوني من النساء اللي الله سبحانه وتعالى يجعلهن مباركات هتقول يعني انا من غير كده ما بقاش مبارك لا بقولك انت سكنت عايزة السعة في الرزق وعايزة ان بيتك يتمري بركة اعمري كده اعودي معاه لكن اذا انت طلبت الطلب ده تكوني اثمة لا لكن لو كنت عايزة مكارم الاخلاق وعايزة السعة وعايزة البركة في حياتك ده قصة تانية خالص ان انت هتروحي تتعلمي وتهذيب نفسك وتقولي طيب وانا اعمل ده كله وعليا بدا كله ايه اصد والله الجنة جميلة الجنة فيها خير الجنة فيها بركة ولو عملت ده انت بتهذيب نفسك اللي ربنا سبحانه وتعالى بيرفع الدرجات لها والانسان هذب نفسه ويجعل ده في حياتك ان انت بتجبر خطر حد تجبر خطر مسلم وكمان بتجبر خطر جوزك فانت بتعملي ايه تفتحي بابين من ابواب الجنة على نفسك فلو عملت ده وبتسعدي وبتسعدي جوزك ليه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان نفسك هتلعب معاك اللعبة ايه هي اللعبة وليه انا ما بنها ياخدها طبا ده برضو نهى يبقى خلي بالك هدي بالك وهدي نفسك وكحدثي نفسك بايه بابواب السعة والبركة والنور اللي ربنا سبحانه وتعالى فتحها للي بيعين حد على انه يكون بر بولديه هيفضل جوزك شيلهالك في قلبه ودايما اقول كده للستات ان اقرب طريق لقلب جوزك مش معدته اقرب طريق لقلب جوزك اهله ونفسك كلام لزوجتك ان اقرب طريق لقلب مراتك اهلها فاحسن الاهل دوت جزء من حصن العشرة فلازم نكون حكماء ولازم نتدرب نفسنا ولازم نهذب نفسنا في حالات كتيرة بتتخفف وتتغير لما احنا نهذب نفسنا ونكون بطريقة تانية اقرب الى جبر الخواطر والى محبة الله سبحانه وتعالى ورسوله اشتركوا في القناة